ولكن هنا بما أننا ذكرنا الهلال وبنحترم كل الفرق ولكن الحقيقة البعض خرج يقلل من النادي الأهلي ويحط احتمالات عارف أنت الاحتمالات السهلة البسيطة دي لو ده لو الهلال موجود كان عمل ده لو الهلال موجود كان خد البطولة والغريب أن يكون هذا الشخص محلل أداء مصري وهو تامير بدوي تامير بدوي أنا ما عنديش مشكلة على الإطلاق مع أي حد يطلع يقول لو يحط احتمالات كتير لو الهلال وجه النادي الأهلي الهلال هيكسب عادي احلم وحط الأول ولعب لغريتمات زي ما أنت عاوز لكن على أرض الواقع لما بيحصل نبدأ نقول إيه أصل اترد مننا لعب أصل اترد مننا لعبين وأنا بادئ المباراة مباراة الأهلي والهلال متقدم بهدف والفريق كامل حقيقة يعني لكن قول لو زي ما أنت عايز وعلى فكرة مش دي أقول مواجهة النادي الأهلي يفوز فيها على الهلال لكن إنك تطلع تتكلم بشكل فيه سخرية من النادي الأهلي ويتقال أنت بتهزر ده لا يا باشا نحن مركز شباب ده لا 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 خالص ده أنت بنفسك وإنت قاعد قبل مواجهة النادي والتحاج جده وبتحلل بتقول لو على الورق اتكلمنا عن أمور فنية ومكرنا بنلاعب ولاعب هنقول فقط لغير مستوى حرص المرمى في النادي الأهلي هو اللي يفوز اللي أنت شفته على أرض الملعب إيه إن الأهلي هو اللي فاز فما ينفعش ييجي حتى لو أنت عايز تقول وجهة نظر قول أنا وجهة نظري لو اللي لاهل واجهي الأهلي ممكن يفوز احتمالات الأهل اللي للأكبر قول زي ما أنت لكن كالعادة تقليل من قيمة الشناوي قبل كده في مواجهة بايران مونيك ويتقال ده نوير لو لعب بإيد واحدة هيبقى بكل حراص مرمى الدوري كلهم محمد الشناوي حارس المرمى السنة اللي فاتت أفضل لعب لاعب داخل الصار السنة دي محمد الشناوي ده من الثلاث حراص مرمى الأفضل في كارة أفريقيا ياسين بونو وقنانا منشستر يونايتد فما ينفعش تكون الكلام بالشكل ده زي بالزبط فكرة أنت هتهزر طب تعالى نكلمك الهلال اللي واجه النادي الأهلي تلقى ربعية طب أروى اللي واجه الهلال وفازع الهلال وخاد البطولة تلقى أيضا ربعية ففكرة لو ده زي ما قال فرس كده هي من عمل الشيطان لكن الحقيقة هي مجرد تقليل من حجم وإنجازات النادي الأهلي والحقيقة النادي الأهلي قادر يرد وأنا عارف أن ربما يكون النادي الأهلي عمل أزمة حقيقة بالفوز على اتحاد جدة السعودي بسلسية بعد الفوز على الهلال بربعية لكن رسالة لتامر بدوي لما تتكلم عن النادي الأهلي ابعد عن كل ما هو بقى موضوعي ومنطقي لأن النادي الأهلي قادر أنه يحطم كل ما هو موضوعي وكل ما هو منطقي وبالتالي الكلام في حضرة النادي الأهلي يا فارس لابد أن يكون متهزم لا طبعا هو مع احترامي تامر بدوي أو غيره لما تيجي تتكلم عن النادي الأهلي لازم تدي لي قدره تعامله بالاحترام اللازم وأنا شفت حتى سما للأسف يا جماعة حتى يعني احنا ممكن هنا نتكلم في ملاعب نختلف كان حتى فيه تقليل من أنت أنت بتحلل في قناة عربية لها كل الاحترام إيه لازم تستدعاء مصر في الموضوع وصلحنا عندنا في مصر يما حصلوا الملاعب كذا والدنيا بتتطفى ومحدش هيحتفل ليه ليه بلدك وتبدأ تعلل بالشكل ده وأنا عندي برضو حاجة يعني هي غير منطقية بالمرة أنا لما أجي أقول أن حظوظ النادي الأهلي في مواجهة الهلال السعودي عشرة في المية لا أخليها عشرين في المية وأجي أقول حظوظ الهلال قصاد منشستر سيتي ممكن توصل لأربعين في المية طيب لو أنت بتتكلم عن البناء الفني حضرات الهلال السعودي قيمته السوقية ما يقرب من 250 مليون يورو أنت بتتكلم في منشستر سيتي قيمته مليار 290 مليون يورو فمنين هنا 40 ومنين هنا 20% مقابل 80% فحتى الكلام ليه هو وللغرب والله يا فارس حتى لو هو أمور فنية هو هنا مش فاني موضب المنطق برضو مش فاني لكن هو فكرة السخرية والطريقة اللي أقدم بيها وجهة نظره أعتقد لازم يرجع نفسه بالتأكيد ترجمة نانسي قنقر